إشارة للوقفات الاحتتاجية والتظاهرات التي قام بها مجموعة من الموظفين في شركات التصفية شركة مصافي الجنوب تحديدا اليوم في لجنة النفط والغاز تم استضافة مجموعة من ممثلي الموظفين التابع لشركة مصافي الجنوب والذين مثلوا أيضا شركة مصافي الوساط وشركة مصافي الشمال طبعا بالنظر لأهمية قطاع التصفية والتوزيع وما مر به هذه القطاع من مشاكل عديدة على مستوى تراجع المشاريع وانخفاض الإرادات السنوية بالتأكيد كل هذه تؤثر سلبا على أسعار بيع المشتقات النفطية في حال القبول بفرض رسوم إضافية على أسعار النفط الخام لشركات التصفية إن عملية خافض السجول النقدية لشركات التصفية بالتأكيد سوف يؤدي إلى نقص واضح وحاد في حساب احتياط التوسعات لهذه الشركات وبالتالي يؤثر على عملية تأمين شراء المواد الاحتياطية والمعدات العاملة واستمرارية تنفيذ المشاريع السابقة وإيقاف الخطة المستقبلية والمشاريع المستقبلية لشركات التصفية في العراف التابعة لوزارة النفط الاتحادية بالإضافة لعدم إمكانية الإيفاء بالالتزامات التعاقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ناهيك عن عدم الإيفاء بتزديد الحوافز والأرباح المتحقة للموظفين وذلك بالتأكيد سوف ينحكي سلبا على أداة من تجاه الأحملية الانتاجية هؤلاء الموظفين يعانون الكثير من المشاكل ربما الصحية والبيئية جراء عملهم ضمن قطاع التصفية وبالتالي تم استضافة هؤلاء الموظفين ممثلين عن شركة مصافي الجنوب وبنفس الوقت اجتمعت رئاسة لجنة النفط والغاز وسمعت لها مطالبهم وأيضا ما هي الآثار السلبية في حال فرض رسوم في قانون الموازنة لعام 23-24-25 قامت لجنة النفط والغاز النيابية بمفاتحة اللجنة المالية وأيضا وزارة النفط الاتحادية بالأخذ بعين اعتبار أن هذه الرسوم على قطاع التصفية لها مردودات سلبية وذلك اقترحنا إلغاء فقرة الرسوم أو تخفيضها بما يضمن عدم الضرر بإرادات شركات التصفية اشتركوا في القناة